تسلم سمو والي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم الدعوتين الموجهتين إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاول للدول الخليج العربية وحضور القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المقرر انعقادهما في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بتاريخ التاسع عشر من يوليو لعام الفين وثلاثة وعشرين وقام بتسليم الدعوتين لسمو حفظه الله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود حضر المقابلة معالي رئيس ديوان السمو ولي العهد الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح ومعالي وزير الشؤون الدوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح ووكيل الدوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد السفير أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد لذياب وواكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو وللعهد مازن عيسى العيسى